يا مساء الخيرات، مساء أفرح المسارات، مساء الرزق التي يصير على كل متتبعي قناة سنة بيوتي فيما كنتوه كنقول لكم مرحبا بكم في فيديو جديد جيت وما جيت في إيدي يا خوين كيف كنقولو جبت لكم واحد المشروب رائع جداً واحد المشروب نتيجة ديرون مضمونة في زيادة لوزنه كذلك في تضخيم العدلات وملي كنقولو العدلات ترى كي ينحتف المناطق الأنتوية ديرنا البنت هي في الأصلة عبارة عن عدلات يعني منطقة الصدر هي في الأصل عبارة عن عدلات والمؤخرة والأرداف هما في الأصل عبارة عن عدلات دونك هاد المشروب هدا غيستهدف لكم ديك العدلات وبالتالي غادي برز لكم المناطق الأنتوية ديركم هدا ما كيعنيش بأن المشروب فقط حكر على النساء حتى الرجال ممكن يستعملوه حتى هو غادي يزيد لهم حتى هو معفوا غادي يزيد لهم في الوزن بالنسبة للرجال اللي كيعانوا من الحافة وحتى الرجال اللي بغي نضخمو العدلات سواء عدلات صدر الدير العين يعني كذلك الفختين كنقول لهم بأنه هاد المشروب هدا غيكون مناسب جدا لكم وكيف تعبتم دي دائما كنحاول ما أم كانت شارك معكم وصفات لك تكون طبيعية صحية آمنة والأمان دي لهاد المشروب هدا كيكمن في أنه ممكن تخطلها إلى كلها يعني النساء الرجال الوليدة الصغر الحوامل وأيضا المرضعات مشروب كله طاقة كله حيوية كله منافع للجسم من فيتامينات من معادن من كارب من بروتين سعرات حرارية دي جاله عالية جدا مشروب رائع وكيف تحدي نتيجة مذهلة ممكن تاخدوه يعني كمشروب معتمد عندكم في شهر رمضان الكريم خاصة أنا مقبلين على هذا الشهر غادي يكون شي حاجة زوينة بزاف اللي غادي تنفع الدرد دي لكم وأيضا غادي تبين لكم نتيجة فيما يخص زيادة الوزن كذلك تضخيم العدلات كنضر بأنني شو وقتكم هندخلو مباشرة باش تكتشفوا المكونات دي جاله وطريقة تحضيره وكذلك طريقة سامعة دي جاله ما تنشوفين خليكم معي احتلاء خارجي الفيديو إذا حبيباتي غادي شرع مباشرة في تحضير مشروب اليوم هم غادي نشارك معاكم الطريقة ونقول لكم في نفس الوقت المكونات دياله أول حاجة غادي يحتاجوا التحال الكهربائي بطبيعة الحالة غادي نمضع فيه وحد الحبات دي جال الافوكادو بالنسبة الناس اللي غادي يقولوا لي الافوكادو غالية وما غاديش نقدروا نستعملوها يمكن لكم تعاوضوها بالموز إلا ما بغيتوش دياله الافوكادو من بعد غادي نضيف لهم سبعات الحبات ديال الطمر اللي كيكونوا بطبيعة الحال منزوعي النواة غادي نضيف أيضا لقرقاع عين الجمال أولى الجوز لي كيبقى واحد من أفضل أنواع المكسرات اللي كتساعد حتى هي على زيادة الوزن نتبريان شخصيين هنا يوضع تربعات ديال الحبات اللي كسرتهم كيف كتشوفو معايا الجوج حتى الثلاثة المعالق الكبار ديال الشوفان اللي كنكونوا محمرين بطبيعة الحال وآخر مكوين غادي نضيفوه في هاد المشروب هاد ديال اليوماء أولى هاد البروتين طبيعي اللي حضرته معاكم في البيت كيف كتشوفو معايا هي واحد الزبدة اللي رائعة جدا ولي كتساعد بشكل كبير على زيادة الوزنه كذلك إبراز المناطق الأنتوية اللي هي زبدة السمسم أولى زبدة السنجلانس بقلية حضرتها معاكم في البيت وردتكم طريقة تحترجالها اللي بغى يشوف طريقة تحترجالها ويحضرها بنفسه في البيت وكنتحكم أنا كنتحضروها لأنه هاد الزبدة هادي ما كتبعش ما متواجداش فمعلكم إلا الدخل الرابط اللي غتي نخلي لكم إن شاء الله في صندق الوصف سوفي هنا يا غادي نزيد واحد الكاسي ديال الحليب اللي كي يكون كامل الدسم غادي نطحن هاد المكونات هدي كلها مع بعضياتها ورجع نتلقى معاكم بشارككم الشكل النهائي ديال المشروب اليوم وشارك معاكم كذلك طريقة للسعمال دياله وادا هو الشكل النهائي ديال المشروب اليوم او البروتين اللي حضرناها مع بعضياتنا كي يجيب هات شكل هادا ما شاء الله القوام دياله خاتر وثقيل والفوائد دياله كبيرة بزاف هاد الكويس هادا راه البنات فيه العديد من الفيتامينات فيه معادن فيه كارب فيه بروتين فيه واحد نسبة عالية دياله كالوري اولا ديال سعرات حرارية دونك غادي يكون كافي على انه يعطي لجسم ديالكم طاقة ويعطيكم الحيوية ويعطيكم كل ما كتحتاجوه وكذلك غادي يزيد في الوزن وغايدخم العدلات اولا غادي يبرز عندكم العدلات بروتين طبيعي حضرناه في البيت كيف كتشوفوا معايا ونتيجة دياله رائعة جدا الى دومتوالية بنسبة طريقة استعمال دياله اللي غادي يستعملو دابا يعني في الافطار قبل شهر رمضان الكريم كتاخدوه في الجوج ديال مرات في النهار في الصباح من وراء الفطور وفي الليل في العشاء او من وراء العشاء كيكون اخر حاجة كتاخدوها وكتنعسوه اما بنسبة للناس اللي غادي يواضبو علي وغادي يبقى يستعملوه حتى الشهر رمضان كنقول لكم ممكن تاخدوه هاد الكويس هادا في وجبة الفطور ديالكم وكتاخدوه في الصحور بالنسبة الناس اللي كيتصحروا حتى كتصحروا تسحروا صحور ديالكم كيكون هو اخر حاجة كتاخدوها واضبو عليها غادي تلقى واحد نتيجة زوينة 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 بزعف غادي تعجبكم كيبيت لكم هو مشروب امن هاد شي هادا لحظتهم المكونات دياله وممكن تاخدو حتى الحامل والمرضع ما غادي يشكل حتى شي خطر بنسبة ليه هنا حبيباتي غادي نكون وصل لنهاية الفيديو كنتمينا المشروب ديالي ما يكون الاعجاب ديالكم تكونوا يستفتون معي سنتلقى ان شاء الله فيديو جديد ووصفة جديدة كامقول لكم تهلا فريسكم كامبغيكم بزعف السلام عليكم اشتركوا في القناة